برحب بحضراتكم مرة تانية يعني مصر الفترة اللي فاتت مرت بفترات اقتصادية كانت صعبة جدا جدا واتأثر بالاجراءات دي او بالفترات الاقتصادية دي او الازمات دي كل المواطنين مش نتكلم عن قطاع بعين او فئة بعين لا بالعكس ده الدارر ده يعني الحق بكل الفئات ولكن احنا بدأنا نتخذ او الحكومة اتخذت اجراءات الاصلاح الاقتصادي عشان وبرامج كمان عشان تقدر ان هي تصلح الوضع الاقتصادي في البلد بدأت هذه الاجراءات تؤتي ثمارها واحدة واحدة زي ما بنقول الاجراءات دي عملت ايه وليه كان لازم تتعامل واللي احنا وصلنا له دلوقتي على المستوى الاقتصادي تفسيره ايه المؤسسات الدولية والعالمية الاقتصادية المتخصصة بتنظر الاقتصاد المصري دلوقتي شايفاء فين المناخ الاستثماري عندنا دلوقتي اخباره ايه هل لسه محتاج تطوير ولا احنا خلاص بقينا ارض خصبة ومناخ جاذب للاستثمار هنتكلم في تفاصيل كتيرة النهاردة مع حضراتكم ضفنا الدكتور علي الادريسي الخبيل الاقتصادي مساء الخير يا دكتور مساء النور على حضرتك شايف لي وجودي مع حضرتك شايف لي وجودي على قناة المحوى وتحياتي لكل السادة المشاهدين اهلا لشرف لي يا دكتور اهلا بك اهلا بك خليني ابدأ مع حضرتك في البنية يعني اسألك عن الوضع الاقتصادي المصري الراهن الحالي دلوقتي شكل الاقتصاد المصري ايه؟ شكل الاقتصاد المصري دلوقتي طبعا افضل من عقود وفترات ماضية احنا كنا اتأثرنا طبعا بوضع كان سيء جدا مرتبط بعدم استقرار سياسي وعدم استقرار امني اكيد بدور اثر على المستوى الاقتصادي ادى الارتفاع التكاليف اللي احنا تحملناها اقتصاديا ادى الى هروب كتير من الاستثمارات خارج الدولة ثقت بمستثمارين ابتدت كان فيها مشاكل لان دايما مستثمار من اهم المحددات اللي بيدور عليها يعني بفي استقرار سياسي وامني مع وجود الاستقرار السياسي والامني بيبتدي يتحقق الاستقرار الاقتصادي ويبتدي المستثمارين ان هم يدخوا استثماراتهم في هذه الدولة بجانب ان احنا كان عندنا مشاكل هيكلية داخل الاقتصاد وكان عندنا مشاكل مرتبطة بكثير من القلود اللي كانت بيتم توجيهها نحو الاستهلاك وليس جهة الاستثمار دايما الاستثمار بيتحقق منه عائد لكن لما بيبقى الدين دوت لغرض الاستهلاك بالتالي لا ينتج عنه اي عائد بجانب ان احنا كان عندنا مشاكل في البنية التحتية كان عندنا مشاكل مرتبطة بقطاع التعليم بقطاع الصحة وغيها من هذه المشاكل وبالتالي المشاكل داي سواء كانت اقتصادية او اجتماعية بجانب عدم استقرار السياسي وعدم استقرار امني المشهد الاقتصادي ككل كان صعب طيب الحل ايه؟ الحل ان احنا نعمل اصلاح اقتصادي اصلاح اقتصادي مفيش حاجة اسمها اصلاح بدون تكلفة انا منتظر عائد فبالتالي لازم يبقى فيه تكلفة اتحملها وهنا هو التكلفة دي تحملها المناطر النصب ومنتهى الوعي علشان يحصل اصلاح طيب الاصلاح دوات كان عبارة عن مجموعة من القرارات المتعلقة بازاي ان انا استهدف معدلات نمو اقتصادي اعلى من اللي انا كنت احنا بنتكلم على معدل نمو اقتصادي على سبيل مسال في 2012 كان 2.2% لما نيجي نشوف بعد كده بعد القرارات الاقتصادية المهمة اللي احنا اتخذناها وصلنا لي 5.3% في 2018 فبالتالي معدل نمو اقتصادي عندي ارتفع بنحو 3% تقريبا لما نيجي حتى نشوف التواقعات بالنسبة للعام القادم احنا بنستهدف نحن ان شاء الله نتخذها 6% كمعدل نمو اقتصادي في ظل ان بنامج الحكومة كمان الحالي انه هو بيستهدف نحن نصل لمعدلات نمو اقتصادي لـ 8% طيب بعده هيجي المواطن هيقول لي طب انا ماليش علاقة بالنمو اقتصادي ماليش علاقة باللاحظات بتقوله انا مش فاهم انت بتعملوا ايه يعني ايه نمو اقتصادي طيب ما توضح الامو شوية انا هوضح له خلص النمو الاقتصادي او الزيادة في معادلات النمو اقتصادي باختصار ان احنا بنشوف الزيادة اللي حصلت في الناتج المحلي الاجمالي طيب بعده مش فاهم يعني ايه الناتج المحلي الاجمالي الناتج الحالي الإجمالي اللي هو باختصار إنتاج السلع أو الخدمات اللي احنا قدرنا نحققه في فترة زمنية معينة غالباً اللي هي بتكون سنة فبالتالي الناتج ده وقت احنا كان عندنا ناتج المحالي الإجمالي بتاعنا حالياً هو خمسة تريليون جنيه مستعدة في إن شاء الله في العام القادم ان احنا نتخطى الستة تريليون جنيه كناتج المحالي إجمالي كان قد ايه قبل كده دكتور؟ كان خمسة لا احنا بعد كده كان قبل كده باعة وثلاثة يعني احنا الحمد لله في وقتها متفعة من زيادة الناتج المحالي الإجمالي وده كمان اللي بيوضح زيادة معدلات النمو الابتصاري دكتور أنا استأذن حريك بس احنا معنا إنفو جراف على الشاشة عايزين حضرتك تتكلم معنا ده التقرير الخاص بوكالة مادز العالمية واعلنت تثبيت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري أنا عايزة حريك من خلال وجودك معينا تشرح لنا ده ده معنى ايه؟ يعني ده على المستوى الاقتصادي ده يعني ياشي بايه؟ المعكس الإعلامي لمجلس الوزراء يمكن وضح في الإنفو جراف ده وات المجموعة مبساطة جدا لأهم التطور في كتير من المؤشرات الكلية ويمكن هنا هو كمان كان بيوضح ازاي ان وكالة من اهم وكالات التصنيف الاقتماني كالت مودز هي واحدة من اهم ثلاثة على مستوى العالم ازاي ان هي كانت بتؤكد على وضع الإيجابي والنظر الإيجابية للاقتصاد المصري وده ما بيبقاش بناء على مؤشر واحد ولكن على مجموعة من المؤشرات احنا حتى لما نشوف هنا في الإنفو جراف هتلاقي حضرك ان معدل النمو الاقتصادي واحد من اهم المؤشرات الاقتصادية الكلية واللي احنا يمكن بدأنا به حادثنا وشايفين حجم التطور من 2012 لما كان 2.2 من 10 بعد كده وصلنا لي 5.3% وبعد كده كمان لما نيجي نشوف بالنسبة لي اجمالي الاستثمارات المحلية اللي وصلت لـ 721 تريليون ده اعتقد سوء مليار جنيه اعتقد ان 721 مليار جنيه ده كان تطور بشكل كبير جدا مقارنة بـ 241 مليار جنيه في 2011-2012 كحجم استثمارات المحلية الاحتياطي الاجنبي واحد برضو من اهم المؤشرات اللي يمكن كمان وكلات التصنيف اللي اتماني بتركز عليها ويمكن احنا لما بيحصل ارتفاع في حجم الاحتياطي الاجنبي احنا بنأكد جدا على ان وكلات التصنيف اللي اتماني بتنزل الاحتياطي الاجنبي للاقتصاد المصري على ان ارتفاعه ده مدلول ايجابي على الجدارة الاقتمانية للاقتصاد المصري واحنا شايفين ان التطور ده تصلح احنا بنتكلم على احتياطي اجنبي وصل في فبراير 2019-44 مليار دولار واعتقد ان ده يمكن هو الرقم الاكبر في تاريخ الاقتصاد المصري وده كمان مؤشر ايجابي جدا لزاي ان انا اقدر كاقتصاد اكون احتياطيات تقدر تغطي اشهر من الوردات يمكن يخضر بحوالي 8 اشهر من الوردات كمان يمكن هتلاقي حضرك حجم الودائع في البنوك او حجم الودائع بالنسبة للجهاز المصافي اللي وصلنا دلوقتي ليه 3.8 تريليون جنيه في 2018 مقارنة به 2.8 تريليون جنيه في 2016 وده مدلول على صقة المواطنين في الجهاز المصافي مدلول لصقة عديد من المستثمرين لتعامل مع الجهاز المصافي ازاي ان فيه شريحة كبيرة جدا من المواطنين ابتدت تعود الى الجهاز المصافي وتتعامل معه سواء عن طريق الاداء او عن طريق الاقتراض وده اللي هيوصلني لسؤال مهم جدا احنا شايفين يمكن في الانفجاف من فوق فكرة استراتيجية الشمول المالي هنجيب طيب لو نقدر نجيب الانفجراف تاني ونتكلم ايوة فالك يعني سياسة الشمول المالي الناس طول الوقت بتسمع هذا المصطلح والمواطنين يعني خلينا نشرح الاول سياسة الشمول المالي اللي هي بتتبعها البنك المالي بالضبط انا يمكن حتى هتلاقي حضاريك هي موجودة في الانفجراف في تاني ساطة تقريبا في ظل تطبيق البنك المكازي استراتيجية الشمول المالي طيب احنا باختصار قبل ما نتحدث عن فكرة استراتيجية هو ايه الفكرة من الشمول المالي الشمول المالي باختصار شديد جدا ازاي ان البنوك او جهاز المصطلح يقدر يقدم خدمات مصطلحية تناسب جميع المواطنين باختلاف مصطلحات دخولهم وفئاتهم وبالتالي ازاي ان انا كمان اقدر احارب بشكل كبير جدا التعامل بالكاش التعامل النقدي وازاي ان يبقى التعامل غير نقدي عن طريق الوسائل المصطلحية المتعددة والمتطورة والاستراتيجية دا يمكن بيتبنىها هتبنك المكازي علشان فعلا تتحقق ونقدر نوصل لمصطلحات شمول المالي هتفيد الدولة في ايه وحتفيد المواطن في ايه تمام هتفيد الدولة رقم واحد ان احنا بنقلم من البنكونوت اللي بيتعامل او كاش اللي بيتم التعامل به في الدولة بنقدر ان احنا كمان نحارب به بقى مشاكل زي السرقات ونقدر نحارب به مشاكل زي الغش اللي بيحصل او التزوير بيحصل في العملة بنقدر ان احنا كمان بالنسبة للمواطن ان هو يبقى فيه خدمات اسهل لي عن التعامل بالكاش بنوفق عليه وقت منوفق عليه جهود منوفق عليه فكرة انه يبقى معاه كيش يقدر انه يتعامل به لا احنا بنتعامل عن طريق الانظمة البنكية اللي كمان بقت بتتطور بشكل واضح يعني احنا دلوقتي بنشوف انه حتى الاعتماد مش على فكرة الكروت سواء يعني ديبت كارد او كريزيت كارد او فيزا او خلافه لا احنا احنا ازاي نستخدم موبايل دلوقتي فيه سداد كافة الالتزامات الخاصة بينا ده جزء بقى مهم جدا الاقتصاد العالمي كله بقى مهتم بفكرة الشمول المالي شايفين دول العربية دولة زي الامارات دولة زي السعودية على سبيل المثال حققت مساوية عليا من الشمول المالي بقى فيه تخضم واضح مصر بتريد تاخد خطوات ايجابية في الملف دوت يمكن عندنا برضو مازال بعض التحديات اللي البنك المكازي شغال عليها بشكل مكسف وهي رقم واحد المصرفات الخاصة بالتعامل مع البنوك زي فتح الحساب واستخراج الكروت المصرفية وخلافه من هذه الامور وكمان جزئية لا تقل اهمية ودي ممكن من الحاجات البنك المكازي بردو بشكل عليها وجهز المصرفي وهي الوعي المالي الوعي المصرفي ازاي اننا يبقى لدى المواطنين في مصر المعرفة الكافية بهذه الخدمات المصرفية والذي الوعي في التعامل بيها احنا يمكن ابتدينا نتحرك على فكرة ازاي ان المتعاملين مع المعاشات والتأمينات ان هو يبتدي اتعامل عن طريق الكروت وعن طريق مكنات الاتم وخلافه وده ابتدى يسهل عليهم يعني فكرة ان السيدة المصنة اللي تروح الصبح وتنطل لا دلوقتي بقى الامور بالنسبة لها اسهل بشكل جيد جدا ان البيروقراطية نسبة كبيرة وده بقى هاخد من كناو حضاتك طب ما هو ده بقى ده يشجع الاستثماء مع المستثماء كان العائق الاساسي اناو البيروقراطية البيروقراطية والروتين مش مرتبطة بس بفكرة التعامل الخاص بانهاء بعض الاجارات ولكن باده فكرة السادات الكاش وفكرة ان هو لازم يبقى كل شايف ان المواطن المصري بيواكب الحكومة الرقمية ومبصود بيها خلينا نقول ان المواطن بدية هي بقى امر واقع امر حكمي العالم كله بقى بيتحرك بشكل ده وخلينا باده اقول المواطن بيتابع تكنولوجيا عن طريق استخدام المواقع التواصل الاجتماعي وخلافه فبالتالي خلينا نقول ان احنا محتاجين من التكنولوجيا ده باده المدود الايجابي على الاقتصاد وان احنا نربطها بالاقتصاد المصري وان انا اقدر ان انا كمان استفيد من مواجبة المواطنين للتكنولوجيا بشكل عام واللي بقى واضح عن طريق التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وغيها من الخدمات الالكترونية الحديثة ان احنا كمان باده نبتدي نستخدم ده وقت في اسلوب حياتنا وفيه تعاملنا فيه الاقتصاد اللي في النهاية هيقدر يحمي الاقتصاد في مصر ويقدر ان هو يضمن كمان زيادات اكبر فيه الناتج المحلي الاجمالي والمهم كمان بالنسبة للمواطن ازاي ان الخدمات تبقى بالنسبة له اسهل واوضح وده كمان اللي بيخلي الحكومة بتبتدي تتحرك على ملف مهم جدا ازاي ان الخدمات الحكومية تبقى بتقدم بشكل الالكتروني ازاي ان عملية السادات تتم عن طريق الويبسايت او عن طريق الموقع الخاصة بيه الحكومة الالكترونية ازاي ان كمان المستثمر بالنسبة له عن طريق مكاتب خدمات المستثمرية ان انا استخدم ما يقع فيه التوقيع الالكتروني ازاي ان يتم السادات برضو عن طريق الخدمات المصرفية المتعددة كل دولة تسهيل للمواطن تسهيل للمستثمر وفي نفس الوقت ضمان لحقوق الدولة لان انا بحارب برضو غسيل اموال في النهاية بحارب عمليات غش ممكن تكون موجودة بحمل الاقتصاد الوطني كل دي فوائد وعوائد بتعود على المستثمر بتعود على المواطن وبنقلل الفساد طبعا يعني فكرة البعد الالكتروني واستخدامه ده اكيد يعني فكرة ان انا افصل بشكل واضح ما بين المواطن وبين موظف وان ما يبقاش فيه تعامل والتعامل المباشر والتعامل الالكتروني بموجود طبعا ده هيقلل اقمن للدولة وللمواطن طيب معلش انا اسألك سؤال ساذك لا يا فاندي انا متقرة لانه احنا بنقول ارقام هايلة وبنقول التحسن وبنقول ان احنا وصلين لكذا وتقارير عالمية ودولية مؤسسات على المستوى الاقتصادي مهم جدا تقيمها للمناخ الاقتصادي المصري ده مهم جدا جدا وبتقيمنا في هذا المستوى الحقيقة كلنا سعداء بالمستوى اللي احنا وصلنا له بعد الفترات الصعبة اللي مورنا بيها كلنا ولكن لما مواطن في الشارع ممكن يسألك يقولك طب انا مش فاهم الارقام اللي انتو تقولوها دي وانتو شايفين ان حاصل ارقام هايلة بس انا مش شاعر بهذا الانجاز الاقتصادي يعني انا مش وصل لي احنا مش عارفين انووصل للمواطن انووصل لك بس بشكل غير مباشر وصل لك بشكل خدمات انت بتاخدها ما كانتش موجودة قبل كده ايوصل لك في منظومة طبية وصحية انت ماكنش بتحصل لك وتقدم لك قبل كده منظومة تموين ما كاش توصل لك قبل كده التعليم والمدارس والتفاصيل دي كلها فكرة ان المواطن يفهم ان في دايرة بتلف فيها الحاجات دي شو اصل له طيب خلينا نقول على حاجة ان يمكن حضرتك قلت ان فيه اثار يمكن غير مباشرة هو بيشعر بيها وخلينا اقول كمان ان فيه اثار مباشرة بمعنى احنا عملنا استثمارات في البنية التحتية ومشروعات قومية اللي اشتغل فيها واللي بناها مصري وبالتالي ده فرص العمل بطالة ده اللي خليه انعكس على معدل البطالة اللي كان 12.5 في 2016 12.5 في 2016 وانخفض ليه 8.9 في الربع الرابع من 2018 طيب فرص العمل دي ما دي توفرت للمصريين ده حاجة الحاجة التانية لما نبتدي نشتغل على المشروعات الصغيرة ومتوسطة ويبتدي يتعمل مبادرة بـ 200 مليار جنيه لخدمة هذه المشروعات وانها يبتدي اوفر لهم التمويل والحوافز علشان ان هما يبتدوا يبقى لديهم المشروعات الخاصة بيهم ما دي حاجة مباشرة لي طيب مستويات الاسعار ممكن يكون احنا بالنسبة لمعادلات التضخم شايفانها متفعة لكن في حلول للدولة بتيت تتحرك عليها سواء على قطاع الزراعة او قطاع صناعة علشان في النهاية المواطن يقدر يحصل على السلع الرئيسية بالنسبة لوسعر الاستراتيجية بسعر يكون مناسب طيب في نقطة كمان لازم المواطن يبقى عنده علم بيها الاقتصاد المصري مش بمعزة عن ما يحدث في العالم طبعا الاسف الشديد العالم دلوقتي واقتصاد العالمي في عديد من المشاكل على رأسها الطباطو اللي بيحدث فيه معادلات دموة الاقتصاد العالمي الحرب تجاية اللي موجودة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوقعات بوجود ازمة اقتصادية عالمية في نهاية 2019 وبدأة 2020 المشاكل مرتبطة به تقلبات اصعار الصرف في الاسواء الناشئة كل دي مشاكل بجانب كمان ده عاوزة اضيف عليها حاجة تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة عالميا باقتر من 24% على فكرة احنا كمان حتى بالنسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة اللي وصلت مصر في 2018 كان 7.7 مليار دولار وكان اكبر حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة يصل لدولة في افريقيا وبالتالي احنا حسنا من مناخ الاستثمارات اللي انا عاوز اقوله ان احنا في ظل التحسن دوت اللي احنا مش بنكلم عليه مش دكتور علي دريسي ولا الحكومة اللي بتقول ان احنا حققنا النجاحات دي لا احنا بنقول ان وكالات التصنيف الاجتماعي صندوق النقد الدولي وبنك الدولي هم اللي بيقولوا لا الاقصاد المصري لا فظل ان انا بنحارب فظل ان احنا بنحارب طبعا وده بعده جزء وبيكلف الاقتصاد طبعا وما نقدرش ان احنا نقول ان هو مش عبق على الاقتصاد هذه الحروب ولكن احنا مضطرين لها لكن هي الفكرة كلها ازاي ان انا كون بحارب الارهاب من جهة وفي نفس الوقت انها بكون بحقق التنمية وبحقق النجاحات على مستوى معاشرات الاقتصاد كل من جهة اخرى ولكن المواطن المصري طبعا من حقه ان هو يطمح في الافضل وعلى فكرة سواء الرئيس او الحكومة ما كل اكيد بيسعى ان الاقتصاد المصري يبقى افضل اقتصاد على مستوى العالم مش هنقول حتى من ضمن حتى 30 اقصاد لكن التحديات اللي احنا بنواجهها هي تحديات صعبة سواء كانت تحديات على المستوى الامني وده اللي يمكن واضح حتى على مستوى المنطقة العربية لما بنشوف عديد من الدول اللي احنا بنتمنى لها ان هي تخرج من كبرتها لان فعلا الدخول في الحروب الارهاب ومشاكل عدم الاستقرار السياسي بيأثر بسلب طيب خلينا نقول بعده على حاجة ونقول للمواطن على حاجة طيب انت كان عندك مشاكل في الكهرباء دلوقتي وضع الكهرباء بقى بالنسبة لحضرتك ايه وبالنسبة للطاقة ايه وازاي ان مصر تريد توصل ان هي كمان بتصدر الطاقة القهربية احنا شايفين ربط ما بين مصر وما بين السودان ربط القهربي وكمان ازاي نحن نصدر لهم الكهرباء ونحن نستورد منهم في المقابل بعض الفرع اضراعية ازاي ان احنا كمان ابتدينا نتحرك على المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعي والنفط وازاي ان احنا كمان وصلنا لمستوى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي طبعا وده بعده نجاح بالنسبة للاقصاد المصر والدولة المصرية ازاي ان احنا ابتدينا وده يمكن بتصريح من سيادة الرئيس ان انا حجم المشروعات القاومية اللي الدولة تحركت عليها تنتهي في 2020 وصلت تكلفتها اللي هي ما يخرب من حوالي 4 تريليون جنيه وده رقم مش قليل ان احنا نكون بننفق كل المبالغ دي طيب هو انا هنستفيد ايه من مشروعات دي ما انا هستفيد من مشروعات البنية تحتها ان هي تبتدي تجذب استثمارات الاستثمارات دي اللي تبتدي توفى فرص عمل اللي تبتدي بعد كده تزود الانتاج من السعر والخدمات تبتدي تعظم حجم الصدرات المصرية تبتدي تقلل الواردات تبتدي تزود الناتج المحل الإجمالي كل دي عوائد انا هقام فرص العمل خلينا نتكلم يعني نواجه رسائل الاشخاص او المواطنين اللي شايفين ان ما فيش فرص عمل واننا عندنا نسبة البطالة موجودة والدولة عندها كمية مشروعات يعني لو كل الناس اللي بتقول ان احنا عاطلين وفي الميزة ان هي في قطاعات ومجالات مختلفة يعني ممكن ان هي تتبنى جميع المجالات والتخصصات الدولة بتريد تتحرك على الملف المشروعات الصغيرة ومتوسطة الملف ده مهم جدا واحنا حتى يمكن بنأكد على ان الاقتصاد في الوقت المتحدة الملكية الاقتصاد الصيني وغاية من الاقتصادات لما تشوفي حضارك المشروعات الصغيرة ومتوسطة بتمثل اقتصا من 60-70% من الناتج المحلي الاجمالي دي ايه ده ازاي يعني الاقتصاد الامريكي كله 60-70% من انتاج المشروعات الصغيرة ومتوسطة ايوة طب المشروعات الكبيرة بتمثل حوالي 30-30% بس من الناتج المحلي الاجمالي مصر بتريد تتحرك على فكرة المشروعات الصغيرة احنا كان عندنا مشاكل في الملف دوت ابتدينا ان نتحرك عليه بقوة بتريد يتوفق له تمويل يتقدم له حرافز يتعمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة وبقالي استقلاقتها كمان محتاجين نشتغل على ملف الاقتصاد الغير رسمي لان ده مهم جدا فكرة الاقتصاد الغير رسمي هو لي مشاكل ولي يعني او خلينا نقول لي سلبيات ولي ايجابيات ايجابيات اه طبعا بيوفر فرص عمل وعائد ووفردك انه يتم التقنين ووضع استراتيجي لكن احنا طبعا بالنسبة لي اقتصاد هو بيخصر دولة عديد من المليارات نتيجة ان ما فيش اي عائد بيرتفل دولة ما فيش اي رقابة عليه ما فيش رقابة على مدى جودة وملأمة هذه الثلع للمواطر المصري وازاي انها تقدر تحافظ بقى من معين الصحة والجودة وخلافه خلينا نقول كمان ان لما بنتكلم على الاقتصاد الموازي حضر يكب تكلمي على اكتر من 70 فمية من الاقتصاد الرسمي يعني من الكلب على الناتج المحل الإجمالي للمصر 5 تريليون جنيه فيبقى الاقتصاد الموازي تقريبا 2 تريليون جنيه وده رقم يمكن يعني ضخم جدا اتمنى الفترة اللي جاي ان احنا نقدر ندمجه ان شاء الله دكتور علي الإدريسي الخبيل الاقتصادي بشكرك شرفتنا نهاردة في صوت الناس والوقت كان قليل ان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى نكامل بقي كلام بشكرك جدا على هذه القراءة الاقتصادية للوضع المصري شكرا جزيلا